هو طبيعي أنه الشخص يعبر عن حبه للي قدامه بطريقة اللي قدامه يعني على الألد هو نوع من أنواع الاهتمام أن أنت تحاول أن أنت تشوف اللي قدامك اهتمامته يعني أنا النهاردة قالك الشاورمة قالك مهما تحبه شاورمة طبعا الرجل يعني حد داي بتحب الأكل فالده شاورمة بس جزء من يعني من فكرة أنك تهتم باللي قدامك أنك تشوف إيه الحاجات اللي هو بيحبها وتحاول أن أنت تتقرب منها يعني ما هو لازم برضو الاتنين يا جمالة لازم الاتنين يفهموا أن فيه ظروف حياتية مختلفة فلازم نرأي الظروف دي يعني احنا حتى المعاملة الطيبة المعاملة الطيبة لا تخضع لأي ظروف ممكن آه في وقت من الأوقات عندي مشكلة أعرف أتعامل مع يعني أقدر الطرف الثاني أقدر لكن مفيش حاجة أسمعها أصلي فيه ظروف حياتية ما أقدرش أتعامل مع اللي قدامي وفي حاجة تانية كمان عايزة ديفها جمالة آه فيه ظروف حياتية صعبة بس المعاملة الطيبة هي اللي بتسهل ظروف الحياتية الصعبة ما تخيل كده أنا علاقتي إن إحنا الدنيا كلها صعبة حوالينا وكمان لما بنرجع بيوتنا الطرفين بدل ما يحتووا بعض ويتقبلوا بعض ويبقوا سند وضهر البعض كده لا وما مكشرين في وش بعض وفيه توطر في البيت فأنت ما عندكش مكان بتفرغ فيه كم الاسترس المحضوط على دمائها فالموضوع يتقلب إيه يتخلقوا مع بعض طيب إيه الحاجات اللي ممكن نعديها البعض حاجات كتيرة جدا يعني هي الفكرة إن إحنا ما نقفش البعض على الوحدة ما هو دي نسبية صح؟ نسبية يعني أنا هي كلها على فكرة لها علاقة فهمنا لشخصيات بعض يعني أنا النهاردة لو أنا فاهم شخصيتك كويس قوي وفاهم إيه اللي بيضايقك وإيه اللي بيفرحك وكده وفاهم طبعك كمان فطبيعي لو إنت رجع للبيت يوم مكشر جوزي مثلا أنا فاهما ده مش طبع وفي حاجة فتسألوا طوله مالك فبتدي أسأل صح كده؟ بس خد بالك إنه ده برضو محتاج إن الطرفين يبقوا كلير قوي زي ما بيقولوا كده في إشاراتهم لبعض يعني إيه ما فيه برضو ناس بتتضايق وتكتم وما تتكلمش وتاع في الطرف اللي باعيها يبقى مش فاهم هو فيها في الدنيا فبني كنت تعرفت مالي وفي قصص كده بتندخل في لعبة ملاش داعي بس هيا الموضوع له علاقة بإن إحنا نحتوي بعض أكتر وده بافتراض حسن النية إنه مش أنا قاعدة مترقبة لك إن إنت ده مداخل من الباب مكشر يبقى أنه لا هنكد عليه زي ما نكد عليه طب تتعامل مع الزوج إزاي في الحالة زي دي يعني مثلا تسأله مالك مثلا ولا تاخد جنب ولا تسأل مالك الأول لو حاست إنه هو ما عندهش استعداد إنه يتكلم دلوقتي أو رافض الكلام خلاص تدي له مساحته بغاية لما يهدئ إن كتير مننا إحنا شخصيات مختلفة في حد ممكن بيعرف يهدي نفسه لوحده وفي حد الفطفضة بتهديه فحسب تدي له مساحته وبعد كده مثلا هو ما يبقى بقى خلاص هدي ممكن يتكلموا ساعتها مع بعض إنما لا هينفع إن إحنا نفضل نضغط 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 مالك 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 طب أنت حر بقى اعمل اللي تعمله لو فيه ناس الضغط بيعصبها زي دا بيوترها زي دا بيقلب بالعكس فهو الموضوع محتاج إن إحنا نتغافل لبعض منقفش لبعض على الوحدة نبتدي نستوعب إن إحنا مش هدفنا إن إحنا نأكد على بعض أكيد اللي رجع البيت متضايق هو عنده قريدي حاجة مضايقة بجد صح وكمان نبقى واضحين مع بعض إن فيه شخصيات تتضايق وتسكت ومتتكلمش وبعين تتعامل بطريقة وحشة في حاجات تانية يعني خلينا كده واضحين يعني نقفل ورقنا يوم بيوم فيش داعي نشيل حاجات من أيام فاتت